السلام عليكم صباح الخير مساء النور وقت ما يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم بألف صحة وعافية بإذن الله نصليوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سعيدة جدا أخواتي بلقياكم مجددا طبعا صفتنا اليوم كيكا تلموز ولا أروع سهلة وسريعة في التحذير كتجي طبقة مقرمشة من الفوق ومعلكة ومشربة بواحد المضاق اللي ولا أروع طبعا ممكن تحذرها للضيوف لمناسباتكم وأفراحكم ما شاء الله كتحمل وجه وهذا نجح معكم من أول تجريبة وإن شاء الله تفقوا معتمد عندكم أكيد 100% كتجيب واحد المضاق اللي فاخر جدا تبع الفيديو للأخر بشتفضوا أكتر إلا كنتوا أول مرة كتشوفوني أنا زين بأذكري على قناة وصفات لديدها بفود بالصح فضلا ويصى أمرا إلا عجبكم فيديو دعموا باللايك أو الإعجاب في فيديو والاشتراك في القناة مع تفعل زر جرس هكذا بشتوصلوا بجميع الوصفات إن شاء الله ما نطولش عليكم أخواتي نخليكم مع طريقة تحضير فرجة ممتعة ونبدأوا ببسم الله على بركة الله بنسبة الأول حاجة عندي قالب أو المولد الكيك بهذا الشكل هذا على شكل طولي هنا أول حاجة قبل ما نجدو الكيك كنحضروا القلب بتاعنا هكذا بشكي نشوف على رحته كندهنه جيدا بالزبدة يعني كنحاول دهنه من الجوانب الأرضية كذلك بهذا الشكل هذا وكنضيف له ملعقة كبيرة من الدقيق الرط وتعديد الاستمالات أي الفرص وكنحاول ندوره كامل بهذا الطريقة هذه كنخليه تلبس كامل بالدقيق بهذا الشكل هذا وكننفضه جيدا من الزوائد ديال الدقيق حتى كنتحصله على طبقة واحدة رقيقة من الدقيق هنا كنحطله جانبا ونضيز نحضره الكيك بتاعنا بالنسبة لخليط ديال الكيك اللي باسط جدا ومكوينته ان شاء الله مجده في كل بيت هنا عندي ثلاث حبات من البيض اللي تيكون خارج متلاجة قبل يعني بدرج حار الغرفة وكنضيف كأس ناقص أصبح من السكر الخاشين اي سكر سنيدة بمقص كأس العنبا كنضيف كده الكصاشي بتاع الفانيلا حبيبات او لما توفر عندكم فانيلا سائلة فكتضيف ملعقة صغيرة من فانيلا سائلة طبعا لما توفر عندكم هنا كنحتاجه الفطراء باليدوي فقط كنخدم الخليط بتاعنا جيدا يعني نخدمهم زيان حتى يقرب يدوب لكم السكر وطبعا اخواتي المكونات كلنا نخلي لكم صندوق الوصف كيف العادة بالجرام و بالمنلي ان شاء الله هنا من بعد ما خدمت البيض والسكر جيدا كنضيف كأس الا ربع من الزيت طبعا الكأس اللي وزنت به السكر واللي كنمزن به الزيت بنفس المقص وبالطراب اليدوي كنخدم الخليط بتاعنا جيدا حتى كندخله هذك الزيت تماما في المكونات والسكر كيضيب لكم جيدا يعني مكيبقاش الحبيبات دي السكر مباشرة كنضيف له كأس الا ربع من الحليب وطبعا الحليب توخص يكون خارج من تلاجة قبل بدرج حاط الغرفة وكنخدم بنفس الطريقة يعني اكيد الفيديو موضح كنخدمه جيدا وكنحطوه جانيبا وطبعا كيف ما قلت لكم هذ الكيكا بالموز بالبانان كدجي ولا اروع اي موز متوفر عندكم كيبقى يطلق اللون بتاعه اسود فهذ الكيكا هذي كتستعملو فيها الموز اللي كيبقى يسود او كيكحل معكم فمن الاحسن كيعطي واحد المادة قلي رائع جدا وطبعا الموز كنحطوه ما كنستعملوش كيبقى هكي حتى كيكحل فمن الاحسن استعملو في الكيك كيعطي واحد تعلي كلي رائع جدا انا استعملت ثلاث حبات من الموز وكنمعسو جيدا بالفورشيت او الشوكا وكنمعسو جيدا فحل كنتستعمل الاكل دي البيبي الاطفال الصغيرة الرضع كنتحصلو عليها بهذا القوام هذا ومن الاحسن تخدموه هو التالي حتى كتخدمو القوام دي الكيك عاد كتخدموه هو التالي هكذا باش مكيسودش معكم اكتر هنا مباشرة كنضيف الخليط بتاعنا وبنفس الطريقة باضطر بيداوي كنخدموه جيدا كنتخلوه مزيانا اخلطوه جيدا باش كيدخلوه في المكونات كيف كتشفو معي اخواتي كنتحصلو عليها القوام هذا بهذا الشكل هذا هنا مباشرة كنحتاجو الغربة الاول من الخل وكنضيف اثنين كقوس الاولى من الدقيق الرضب ومتعدد الاسمالات بنفس الكأس اللي وزنت به السكر وزنت به الحليب وزنت به الزيت وهو اللي كان وزنت به الدقيق كنضيف صحي واحد من بيكين بودر اي خمر الحلويات اللي بوزن سبعة ونص جرام ومن الاحسن نخلط الدقيق هكذا باش يجينا هاتك الكيك ناعم بنفس الطريقة باضطراب يدوي كنمزج الخليط بتاعنا جيدا حتى كما كيبقوش لينا الحبيبات الدقيق باتاتا بالنسبة القوام ديال كيك جاني شوية هكذا جاري فعنزيد له نصف الكأس المتبقي يعني هاتك تحتاجو ثلاث كؤوس ونصف من الدقيق الرضب ومتعدد الاستمالات اي الفورس بمقاس كأس العنبة سفي بنفس الطريقة كننخلوه وكننخلطوه جيدا بنفس الطريقة حتى كنبقاش لينا الحبيبات الدقيق كنتحصلو على واحد القوام اللي عقد لينا بهذا الشكل هذا وهذا القوام اللي مطلوب امرغب ان شاء الله بالنسبة لهذه الخطوة اختياري اذا احبيتو تستعملوها مرحبا اذا ما احبيتوش فكتكتافيو بهذا الكيك بالموز انا احبيتو تستعملوها الخطوة ديال القرقاع او العنجامل فضفت بمقياس كأس هرمشته جيدا وضفته للخليط بتاعنا ممكن هرمشوش حتى كيبقالينا كفحة الدقيق لا كنخلي فيه الحبيبات هكدا باش كتجينا واحد الكيكة اللي رائعة جدا وكنتحصلو على هذا القوام مباشرة كنصب الخليط بتاعنا في القلب ديال كيك كنحاول نوزعه جيدا من جميع الجوانب هكدا باش كتجينا كطبقة متقدمة معنا متجيناش جيها طالعة وجيها نازلة كفيما قلت لكم الاحسن تحضروا القلب هو الاول باش كتنشف معاكم اذك الطبقة رقيقة من الدقيق والزبدة بالنسبة لطبقة المقرمشة انا استعملت اللوز اللي اخضر بدون ما يتحمر خليته بالقشرة بتاعه وهرمشتو هكدا كنخلي فيه الحبيبات باش كي يعتنادق الطبقة المقرمشة اللي كتجي رائعة جدا صفي اخواتي كنحاول نوزعه كامل على الكيك بتاعنا وبالنسبة لها الخطوة اختيارية انا استعملت حبيبات ديل الشوكولاتة بي بيت شوكولاتة حبيبات او كتستعملوا اي شوكولاتة متوفرة عندكم كترمشوها وكتضفوها من الفق كتعطي واحد المداق اللي رائعه كتزيد كتعزز لنا النكهة ديل كيكة الموز كتجي رائعة جدا مباشرة كندخل للفرن اللي كي كنسخون قبل على درجة حرارة 150 كنخليها الطيب لنا من تحت يعني ما نفتحش عليها الفرن لمدة 20 دقيقة الاولى هكذا باش ما كتنزلش معاكم الكيكة صافي كنخليها كتبلينا كتبليكم تنفخات ما شاء الله ومالجواني كتتحمر كتفتحوا عليها من الفق كدلي كتعطيكم اللون الدابي وكتحصلوا عليها بهات شكلادة ما شاء الله ركت طلع رائعة ريحتها ما شاء الله يا سلام يا سلام بالنسبة لهنا كنجربوها بالكوردو او اي عود متوفرة عندكم هكذا باش كتحسوا ان الكيكة نشفت معاكم تماما كنتحصلوا عليه يعني نضيف بهات شكلادة هنا نخليها حتى كتبرينا ونحاول نقلبها ان شاء الله من بعد ما خليتها بردات وخرجت تلك الحرارة التي تكون عالية جدا غير كنخليها تبردها كده شويك ونقلبها كتتقلب بكل سهولة وكتخرج بكل سهولة ما شاء الله ركت طلع رائعة جدا كتحطوها في السحن التقديم وهنا كنزينها بالشوكولاتة للدن اي شوكولاتة تحبو تستعملوها متوفرة عندكم استعملتها في بوش او جيب الحلواني هكذا وكنزين بها كخطوط مائلة كتعطي شكل جميل ورائع وطبعا التزين كيبقى على حسب الاختياء بتاعكم انا اقترحت عليكم التزين كيعطيه شكل ولا اروع نقسم معاكم واحد المغصو اخواتي بسم الله كيف كتشوفوا معايا اخواتي ما شاء الله من الداخل كتجي رائعة احتل لون بتاعها ما شاء الله هو الاروح كتجي معلقة من الداخل وما شاء الله يعني ما كتفرتج كتجي كيكا هكذا جامعة راسها وخفيفة في نفس الوقت خفيفة وريشة كيف كتشوفوا معايا اخواتي كتقسموها طبعا انا قسمتها الى اطراف كبيرة شوية ومن الداخل كتجي هكذا شيشة وخفيفة وقطنية ما شاء الله واحد المغصو اللي رهيب جدا كيف كتشوفوا معايا اخواتي كتجي مقطنة ما شاء الله ولا اروع وانا متأكدها تبقى معتمدة عندكم اكيد مئة في مئة واتنجح معكم من اول تجربة بالاخص المبتدئات ما شاء الله بنا عالميا فاخرة جدا وانا معلية لنقول لكم جربوها انتم ما تكتشفوا المهدق بتاعها ان شاء الله تبنى حبيباتي واخواتي وصديقاتي لغالية الفيديو للنردة والاستحسان بتاعكم اكيد ان شاء الله خليكم في امن الله وحفظه دمتم بالف خير الى فيديو قادم باذن الله سلام اشتركوا في القناة